بما اني قادر اعمل محتوى عن طريق الموبايل بصورة عادية هو من غير موتاج وقدر اعمل محتوى بقيلة تكليف اللي يخلينا أروح اشتري مايك او كمبيوتر او اي حاجة من الحاجات دي هقول لحضرتك هنا يختلف المحتوى عن محتوى اخر يعني المحتوى الجيميج ما míقضرش يعمل اللي انا شرحت عليه المرة اللي فاتت محتوى الطبق ما Interviewer Schripple ما míقضرش يعمل اللي انا شرحته المرة اللي فاتت بعض المحتويات فقط اللي ممكن تعمل المحتوى بالشكل ده لكن المحتويات الأخرى محتاجة أن هتتطور وتطلع أفضل إمكانات عندها علشان تكون في منتهى النظافة أو منتهى الشياكة أو منتهى الاحترافية بالنسبة لحضرتك كمشاهد يعني إيه؟ هقول لحضرتك يعني إيه؟ إمبارح لقيت كومنت بيقول أنا اشتريت رخامة جديدة من شغلي ومن تعبي على اليوتيوب وكنت فخورة جدا بنفسي أهنيكي وحييكي بجد لأن الكومنت ده فعلا هو الكلام اللي أنا بقوله واللي أنا أصد عليه وهو التطور التدريجي يعني حضرتك قادر تتطور بشكل تدريجي من المكسب اللي حضرتك بتجيبه وتمشي سيكا سيكا يعني بالراحة 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 وتلاقي الدنيا معاك هتكون أفضل وأحسن بكتير أحسن مع حضرتك تيجي ترمي نفسك وتشتري حاجات 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 وتلاقي نفسك ما استفدتش منها علشان كده لو أنت محتاج تدفع فلوس فلازم تكون عارف أنا هدفع فلوس في إيه يعني أنا هدفع فلوس ليه إيه الحاجة دي اللي أنا هدفع فيها فلوس لأن حضرتك فعلا محتاج أنك تتطور ضروري في محتواك أنك تتطور حاجة أكيدة أنك تتطور زي مثلا لما أنا أجيب شاشتين وأجيب كمبيوتر يعمل بس مباشر بشكل احترافي وكون مع حضرتك بشكل مستمر وسريع في إنتاج المحتوى والفيديو المرة دي على عكس فيديو مبارح النهاردة الفيديو متصور بكاميرا كانون لأنني أقول لحضرتك تتطور فلازم أكون بتطور معاك ومع الوقت تباني قدامك التطور وأنا نفسي حضرتك تكتبلي في الكومنتات هل حضرتك شايف المتواحد فكرة بيتطور ولا لأ وعايز حضرتك تديني أفكار لتطور وأبدأ أتطور وجيب واشتغل وعلي من نفسي زي ما أنا بساعدك ساعدني أعمل حاج زي ما أنا بقى في جنبك وقى في جنبي أعمل حاج دي حاجة تفرحني جدا على فكرة فلازم تكون عارف وفاهم وواعي إن حضرتك لو عندك 100 ألف جبتهم بالموبايل لو طورت نفسك هتجيب 200 لو طورت نفسك هتجيب 400 صدقني حيدبل وحيتلاقي كل حاجة ماشي أحسن لأن المشاهد بشكل مستمر نفسي يشوف حضرتك في أفضل شكل وأفضل حال يعني مثلا لو حضرتك ما بتطلعش بشكلك ووصلت 50 ألف متخيل لما بتطلع بشكلك بقى إلا هيحصل هتلاقي 100 صدقني 100 أصلا أعجب بصوتك هيعجب بشكلك أكيد وحتما ناس كتير جدا من حضرتكم لازم يتابعوا الموضوع ده لازم يتابعوا المشاهد عايز إيه ونفسه في إيه هل نفسه يتطور لما سيفس يتطور طب أنا ممكن أكمل بالموبايل عادي آه ممكن تكمل لو محتواك ده آخره يعني حضرتك بتشرح تطبقات فده آخره ونك تطلع بموبايل لكن في ناس بتشرح تطبقات وهيزهرب نفسها وبيختلف الموضوع جدا معاهم ودي اللي الشركات بتجري وراهم علشان تبدأ تعرض عليهم التليفونات السانسونج الجديدة الكاميرات الكانون الجديدة الحاجات الجديدة بشكل مستمر وهنا حفضل أقول لحضرتك الفكرة إيه اللي حضرتك عايز تعمله هو اللي حضرتك تبدأ تصرف عليه الفلوس مش لازم أعمل فيديو من غير منتاج لأ لأ لأن الكوميل ده شفتم بارح لقيت واحد بقول لي طب أنا بعمل منتاج أبطل أعمل منتاج أنا مش قصدي كده مفهمني أنا مش قصدي كده أنا قصدي الشخص اللي لسه ما بدأش على اليوتيوب قادر يبدأ من غير منتاج لكن حضرتك باسم الله ما شاء الله عليك بدأت اللي يخليك تقول أنا مش حعمل منتاج إلا لو لو محتواك نفسه أو الطريقة اللي حضرتك بتقدمها نفسها مش محتاجة منتاج فهنا لازم نقول لها بعد سنة لا ستوب أنا مش حعمل منتاج وحبدأ نازل فيديو زي ما هو ودي الحاجة اللي حضرتك لازم تفهمها ولازم تعرف من طريق إحصائياتك كل حاجة بتحصل ليه؟ لإني ممكن أقول لها حضرتك ما تعملش منتاج واسم محتواك يكون محتاج منتاج ممكن أقول لها حضرتك أعمل منتاج وكن محتواك مش محتاج منتاج أنا بشرح لكمية كبيرة جدا من الناس واختلافات المحتويات كتير جدا وأنا عن نفسي محتوية مختلفة عن حضرتك فبالتالي بعض الحاجات اللي بجربها في نفسي ما تنفعش معاك أتمنى حضرتك تكون فهمة الكلام ده بالتوفيق لجميع نتقابل إن شاء الله الحلق اللي جاية شكرا